الجهاز الهيكلي والجهاز الهضمي في السهيم أولاً الجهاز الهيكلي Skeletal System السهيم هو أحد أمثلة شعيبة الرأس حبليات فهو عبارة عن حيوان صغير يعيش بالماء يشبه السهم حيث إن مؤخرته مذببة يبلغ طوله حوالي من خمسة إلى سبعة سنتيمترات ويدفن نفسه بالرمال أثناء النهار بحيث لا يظهر إلا الجزء الأمامي الذي به الفم ولكنه ينشط ليلاً ويتميز الشكل الخارجي للسهيم بما يلي جلد السهيم من النوع الناعم لعدم احتوائه على هيكل خارجي توجد بمقدمة جسمه لوامس تشبه السهم الجسم منضغط من الجانبين وفي ثلثي الجزء الأمامي للجسم يتفلطح السطح البطني مكوناً ما يعرف بالثنيتان الجانبيتان توجد الزعنفة البطنية عند نهاية الثنيتان وتمد لخلف الجسم حتى فتحة الشرج والتي تبدأ بعدها الزعنفة الذيلية والتي تستمر على الجزء الظهري من الذيل من بعدها للأمام توجد الزعنفة الظهرية والتي تمتد أماماً للمقدمة يتحرك السهيم بانقباض وانبساط العضلات المحيطة بالجسم والتي على شكل رقم سبعة ورأسه متاجه للأمام أما بالنسبة للهيكل الداخلي فيتكون من الحبل الظهري الذي يمتد بطول الحيوان وتكون من خلايا جوفاء يحيط بها نسيج ضام جيلاتيني وغلاف ليفي ثانياً الجهاز الهضمي Digestive System يتكون الجهاز الهضمي من قناة هضمية وغدد ملحاقة بالقناة الهضمية واحد القناة الهضمية وتحتوي على الفم يؤدي الفم إلى تجويف الدهليز ويحده من الخلف النقاب الذي يحتوي على ثقب النقاب البلعوم يوجد أطول بلعوم في السهيم حيث يبلغ طوله نصف طول الجسم وتوجد على كل جانب من جدرانه الفتحات الخيشومية المائلة التي يفصلها عن بعضها عوارض خيشومية ابتدائية وثانوية المريء هو عبارة عن أنبوبة عضلية قصيرة يقوم بنقل الغذاء من البلعوم إلى المعيدة المعيدة هي جزء عضلي من القناة الهضمية أكثر اتساعاً ويمتد من سطحها البطني للأمام ما يسمى بالأعور الكبدي الأمعاء تأتي بعد المعيدة وهي أنبوبة مستوية مستقيمة إلى الخلف منتهية بفتحة الشرج 2- الغدد الملحقة بالقناة الهضمية وتتمثل فيه الإندوسيل أو القلم الداخلي عبارة عن ميزاب طولي مهدب يوجد أسفل البلعوم واحتوي على أربع مجموعات غدية تفرز مخاطاً لزجاً تساعد على عملية البلع 3- الأعور الكبدي عبارة عن نتوء وهو كيس غدي يقوم بدور الكبد في الفقاريات الأخرى يفتح في سطح المعيدة ولا يوجد البنكرياس في السهيم كعضو مستقل 4- السيلوم عبارة عن تجويف يحيط بالأمعاء من كل الجهات ما عدا الجهة الظهرية بسبب وجود المساريقة 5- والآن كيف يعمل الجهاز الهضمي؟ تبدأ عملية التغذية عن طريق أهداب العضو العجلي والتي تقوم بسحب تيار الماء المحمل بالغذاء إلى فتحة الفم والمحاطة بالزوائد الفموية لمنع دخول الرمال إلى الفم ومنه إلى تجويف البلعوم لتبدأ الخلايا الغدية المتواجدة بالإندستيل بإفراز مواد مخاطية والتي تقوم الأهداب الأمامية للحواف الداخلية للعوارض الخيشومية بدفعها من الجانب البطني لمنتصف الجانب الظهري للبلعوم مع جزيئات الغذاء نحو المريء ومنه إلى المعدة لتبدأ عملية الهضم ترجمة نانسي قنقر